مع وصول حكومة اليمين المتطرف إلى سدة الحكم مرة أخرى والتوقع بتشكيل حكومة متطرفة لدورة الحادية والعشرين للكنيسة الإسرائيلي حذرت شخصيات مقدسية من تصاعد الهجمة الإسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين في القدس وعلى مقدساتهم لافتين إلى تصاعد حملات هدم البيوت وتهجير العائلات وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد صادقت هذا الأسبوع على هدم بيوت عربية في منطقة وادي سايل في بلدة سلوان بعد رفضها الاستئناف الذي قدمه السكان المقدسيين على قرار بلدية الاحتلال في القدس القاضي بتهجيرهم مما يعني أن القرار النهائي سيقتضي هدم ستين منزلا يأوون خمسمائة فرد وكانت العائلات قد حاولت على مدار سنوات إصدار ترخيص للبيوت ومخطط للحي يسمح لهم البقاء في بيوتهم لكن دون نتيجة رغم أن السلطات الإسرائيلية تتجاهل مبان أقامتها الجمعيات الاستيطانية في نفس الموقع ومنذ بداية العام هدمت سلطات الاحتلال أربعة وخمسين مبنى فلسطيني في القدس الشرقية وبينما تستمر السياسات الإسرائيلية على حالها من المتوقع أن تكشف الإدارة الأمريكية قريبا عن خطتها للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة باسم صفقة القرن ووفق المصادر الصحفية لن تجتمل الخطة على إقامة دولة فلسطينية فيما لا يعرف للآن ما سيكون مصير القدس الشرقية فيما أصدر برلمانيون أوروبيون ممثلون في الاتحاد الأوروبي رسالة أعربوا فيها عن رفضهم لأي خطة سياسية لا تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية تعبر عن الطموحات القومية للفلسطينيين وخلال هذا الأسبوع اعتقلت شرطة الاحتلال مجددا محافظة القدس عدنان غيث من منزله في سلوان ثم أفرجت عنه بشروط مقيدة ومنعته من التواصل مع شخصيات فلسطينية لمدة أسبوع وكانت سلطة الاحتلال قد اعتقلت المحافظة أكثر من مرة خلال الشهور الأخيرة ولم يزل ممنوعا من دخول الضفة حتى شهر يونيو القادم لبرنامج القدس إمان جبور قناة الغد